طيب خلينا نروح لكرة السلة سيدات طبعا كرة السلة سيدات حلهم مش احسن حاجة يمكن عزقنا الوحيد ان دي لسه مباراة ترتبية لسه مدخلناش في الادوار الاقصائية عندنا اصابات كتيرة قوي غياب ثورية طبعا من مداية الموسم لما تصابت بالرباط صليبي في طولة القاهرة عندنا اتالي المحترفة الانجولية اللي في صورتها دي مصابة وبتغيب لتالت مباراة المتشاط اللي فاتت ربنا وفقنا وكسبنا ولكن للأسف مباراة هليوبلس امبارح خسرنا تلاتة وتمانين اتنين وسبعين المباراة لعبت في صلة هليوبلس الشروق وبيقود الهليوبلس طبعا أحد أبناء نادي الأهلي كابتن هابل ألفي كابتن علي هاشم طبعا بيحاول يشتغل مدير فاني نادي الأهلي بيحاول يشتغل على الإصابات النقص العدد اللي عنده بإعطاء الثقة للعبين واللعبات يعني وتصعيد مجموعة أخرى ولكن ده مهما كان ما بيغنيش عن موجود محترف على الأقل في مركز صنع العلعاب إتالي بتلعب في هذا المركز أتمنى إن شاء الله الغابة ترجع عزقنا أن ده لسه دور ترتيبي كله بيتأهل سواء أول تاني أو تالت يعني احنا كل اللي احنا شايفينه ده إما أول إما تاني إما تالت مش هنخرج عن الملاكس دي ولكن لو انت خدت تالت بس المشكلة عندك أن انت هيبقى قبل النهائي بتاعك هيبقى مباراة قوية هتقبل الأول أو التاني هيبقى غالبا مع هاليوبلس فهتبقى مباراة قوية بس أتصور أتصور إنه يعني لو إحنا كاملين إن شاء الله ما عندناش مشكلة بدلين إحنا كسبنا هاليوبلس قبل كده فرق 30 نقط فإحنا أكتر أكتر من 30 نقط فهو المطشط دي يعني المهم إن إحنا برضو فرصة يعني دايما أنا حب أبص لنص الكبال مليان أنا عندي مجموعة من الإصابات أقدر أستغل ده فرصة أن أنا أهل الصف التالي وديره الثقة عشان لما ترجع المباريات ويرجع لي لعبتي الأساسية أو الستاندك بلايرز أقدر ألعب وعندي البنش بلايرز خده خبرات وخده ثقة فإبقى ما عايش عندي الدروب اللي كان بيحصل دايما حاول أبص للناحية الإيجابية خاصة الإصابات الموجودة مش زي فرق كنت اللي يدي الرجال إصابات يعني كبيرة لا ولكن إصابات خفيفة تقدر ماتش 2 تاتة ودي ترجع ماتش 2 تاتة ودي ترجع فأنا شايف أن دي فرصة طيبة وفرصة كويسة إن اللعيبة أو اللعبات الزغيرين أو اللعبات البنش بلاير البنش بلاير مش لعيب بنش أقصب لا بيبقى لعيب يعني بياخد وقت أقل من اللعيب الأساسي ولكن بيلعب ففرصة أن ياخد وقت طويل يبتدي ياخد خبراته تخش على الأدوار الإقصائية وانت مستفاد ومعظم الاستفادة من كل اللعيبة اللي معاك إن شاء الله كل التوفيق نفتك في كابتن علي هاشم ونفتك في اللعبات ونفتك في إدارة النادي الآن ونشاط الرياضي إنهم إن شاء الله سيساعدوا الفريدة بشكل كبير جدا